من الاندية بقى اللي دخلها سؤال انتقالات بقوة جدا جدا هذا الموسم هو نادي صاعد حديثها للدولة المنتهزة هو نادي زد زد شغال واضح ان هو بيكون فرقة يعني زد بيحاول ان هو يعمل صفقات من العارة تقيل ومركز على لعب الخبرات يعني هو شوية المركاته بتاعه رايح بصبغة حمراء شوية يعني هو رايح شوية بمركز او ما لعبت الاهلي اللعبة اللي هيسيبها الاهلي يعني شبهه خلص اتفاقاته الشخصية مع عشاد حسين انه ينتقل لي ونس كلاك بتكلم من شادي رايح براميز رايح سراميكا خلصوا معاه الرقم شي بتتفق معاه مع النادي الاهلي بنتكلم في 12-13 مليون جنيه من انتقال من النادي الاهلي مع نسبة من اعادة بيع شادي ده العقد يعني ده الاتفاق الاولي مع ادارة زد ومتداخل مباشرة في صفقة كابتن مجد عباطي علي سقر كابتن وليد صلاح الدين هما الموجودين في اللجنة اللي بتفاوض اللاعبين وبتنطقي اللاعبين ده لجنة الكورة شادي حسين شادي حسين اللاعب التاني عمرو حسام حارس مرمى اسوان واتحاد الشرطة وانديه كتير يعني ده اللاعب التاني اشي بخلصوا معايا بشكل كبير جدا لعب البوتنشيال جدا قوي جدا لعب ندي المحل احمد النادري لعب مركز تمانية ولعب بالمناسبة احمد النادري لعبها الاندر ريتج لعب قوي جدا في وسط الملعب قريبين جدا جدا لكن هي قصة كلها العطلانة بقاء المحلة من عدمه منتظر الحسم يعني كريم الدبيس كريم الدبيس اول لعيد فوض نادي زد من النادي الاهلي لكن كولر روالب عطى شوية قصة الدبيس هو منتظر يحسم القصة بتاع الباكليفت مش عايز سيب حد دلوقتي لما احسم القصة بتاعت الباكليفت واخيرا اللي برضو متوقفة على تفصيله في النادي اللي عشان كده قلتلك هو مركزين اوما لعب في نادي الاهلي هما مركزين اوما لعب في نادي الاهلي علي لطفي قريب جدا 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 من الانتقال لزد القصة بتاعته بصة بصة كريمة فيه هقولك تاني المرة المليون محمد الشناوي ما عندوش عروض رسمية لنادي الاهلي ما وصلوش اي حاجة لكن فيه كلام مع محمد الشناوي من بعيد فيما يخص انتقاله للدور السعودي لو انتقل محمد الشناوي او خرج لأي حتة علي لطفي مكمل صح علي محمد مكمل محمد الشناوي مكمل علي لطفي هينتقل والاولوية بعد ما هو اتكلم مع مسؤولي زد انه هو قريب جدا لنادي زد فبكلمك من النادي الاهلي على الدي بيس بكلمك على شدي 이�حسين اللي هو شبه خلص خلاص هنتقل لزد بكلمك على علي لطفي اللي هو محمد شناوي بقى وهو الأقرب محمد شناوي يقف يقعد في النادي الاهلي هيبق علي لطفي هو الحارس القادم لزد الموشم اللي جاي مصطفى تهيلعب مع من الموشم الكاي قصة مصطفى تواصلنا مع الناس في بيرامدز وسألنا على قصة لأن القصة نادي التعاون لم يصرح هو خبر في أحد الجرائد زائعة الصيد في السعودية أنه انتهت فترة تفعيل البند الشراء اللي ممهود في عقد بيرامدز تواصلنا قال لك لا هو اختار اختار مش تحويل فلوس اختار بأن احنا هنفع البند و احنا اختارنا فمفاجأة فين انه العقل بيقول اختار بأن احنا هنشتري العيب مع انه 15 يوم ولازم يحول الفلوس فالقصة مش انك بتحول هو اختار لمسؤول التعاون خلاص العيب بتاعنا الفلوس عندنا فهم اختاروا قبل انتهاء المد دي التفصيلة اللي غابت شوية عن الخبر